الأستاذة صباح بتسأل عن قول الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فهي بتقول الأول إزاي الله اللي يخشى لا هو عشان إحنا بس لا بدنا نكون متصلين بفن اللغة العربية فنفهم أن الذي يخشى هم العلماء والله هتلاقي لفظ الجلال منصوب وحتلاقي اللي بيخشى الفاعل العلماء مضمومة فبالتالي هم الذين يخشونه ويخافونه ويعظمونه الآية دي جاية في سياق الحديث عن الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى المتنوعة اللي بيكلم عنها الخلق من إنزاله الماء من السماء وإن الماء يتبخأ وبعد كده يكون العملية بتاعة إنتاج الماء وبعد كده خلق الجبال وتنوع أشكالها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وغرابي بسود وبعد كده تكلم عن ومن الناس والدواب والأنعم مختلف ألوانها يعني إن التنوع في الخلق من جهة شكل الخلق والألوان موجودة في جميع خلق الله سبحانه وتعالى بل في النوع الواحد منهم حتجد مختلف الألوان بل الحيوان الواحد بيكون برضو فيه ألوان وأشكال وهيئات وصفات وطباء وطبائع كل ده هذا التنوع يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدعو الأبصر إلى النظر في آيات خلقه عشان نقول تبارك الله أحسن الخالقين هذه الآيات من علم ذلك كان أحرى بأنه يخشى الله سبحانه وتعالى والخش يهن من العلماء لربهم وليس العكس يا صاحبة السؤال إن من يبصر ويدقق النظر في هذه الآيات الكونية العظيمة سينتهي ألا أنه تبارك الله أحسن الخالقين وينتهي ألا أنه لا إله إلا الله هذا المبدع العظيم بديع السماوات والأرض هو الذي خلق هذه الآيات كما نراها فهذه الآيات أصحاب القلوب الخاشعة من أهل العلم تجعلهم يعظمونه ويمجدونه ويخافونه ويخشونه جل جلال الله